جبال الخير مساءكم جبال النحل ولما نقول جبال النحل يعني ايش يعني افضل سعر عسل جبال النحل يا جماعة الخير الكل ينتظر اعلاناتي معاهم والله العظيم يا جماعة دائما تجيبني تساؤلات مرتضمت اعلانك القادم للعسل والناس تنتظر اعلاناتي مع جبال النحل بفارق الصبر ليش هذا الحماس لجبال النحل ما جا من فراق يا جماعة الخير جا من جودة عسل الجماعة يقولون لك لك خمسة الاف ريال هدية لو اثبتت ان العسل لا سمح الله مغشوش ثقة وبعدين سعر يا جماعة الخير ما امر عليكم ولا راح يمر عليكم جبال النحل اكسره والمفهوم مفهوم وقاعدته اسعار العسل سوفوا العسل يا جماعة الخير ما شاء الله تبارك الله ما شاء خير الان من متابعيني في بيوتهم موجود زي هالعسل هذا ويشكرون عليه على سعره وعلى مذاقه وعلى جودته وعلى جبال النحل وثقتهم في منتجهم من كثر ما هم واثقين في منتجهم عندهم ضمان ذهبي لمدة سنة كاملة ما عجبك العسل استرجع وخذ فلوسك ومورك تمام التمام ليش لان الجماعة واثقين في منتجهم يطولي عمرك بعد ما تاخذ العسل تسترجع العسل لأي سبب كان ما عجبك طعمه أو أو ريحته تسترجع وخذ فلوسك ولو اثبت انه العسل مغشوش لا سمح الله جبال النحل يقولون انك خلي العسل عندك وخذ خمسة آلاف ريال هدية من عندنا اذا اثبت انه العسل لا سمح الله مغشوش العسل يا جماعة الخير بيض الواجه هذا خامس أو سادس اعلان لي معاهم وانا مستمر معاهم لان متابعيني مبسوطين وما اظن اني راح اعلن انسب من هالسعر هذا وافضل جودة وسعر من جبال النحل ثلاثة كيلو عسل طبيعي ثلاثة كيلو يا جماعة الخير جبال السدر ثلاثة كيلو شامل التوصيل والضريبة بميتين وتسعة وخمسين ريال فقط دائما اعلانات جبال النحل تضيف لي والله تضيف لي وتضيف المتابعيني في ناس يجون يتابعوني على اساس عروض العسل القوية واشكر جبال النحل جبال النحل سهل والمهمة قاموا يبيعون الناس بسعر الجملة جملة الجملة مو بجملة جملة الجملة يعني حتى التاجر يمدي يشتري من جبال النحل ويتاجر بالعسل لانه السعر والله يا جماعة الخير تشتري منهم العسل يمديك التاجر فيه من كذر ما هو سعر جملة الجملة انتم تخيلين دي الثلاثة كيلو كم تسويلك الثلاثة كيلو تعبيلك اثناعش علبة زي هذي كل علبة ربع كيلو وزع على اهلك وزع على حبايبك تخيلين يا جماعة الخير بميتين وتسعة وخمسين ريال تاخذ هذا الجلون واصل لباب بيتك شامل التوصيل والضريبة وضمان ذهبي وعسل سدر طبيعي مئة بالمئة انا شخصيا اضمن لكم استخدمت انا وجميع عضاء القروب والاصدقاء والاهل الجميع استخدم العسل هذا وصح العسل درجات درجات كثيرة العسل ومستويات كثيرة لكن العسل قدومكم عسل سدر طبيعي وعليه ضمان ذهبي بميتين وتسعة وخمسين ريال يعبيلك كل هالعباب يعني لما تاخذ هذا الجلون تعطي اخوك علبة اختك علبة امك علبة والله العظيم توزع على ربعك وتكسب الاجر في الناس تقدر تتصدق في العسل بميتين وتسعة وخمسين ريال فقط فرصة يا جماعة الخير فرصة والله استقلوها ايو والله اني لكم من الناصحين انا رجال بسوي اعلاني وبامشي لكن هذه نصيحة اخوك وانتم مثل اهالي وانتم تاج راسي متابعين الغالين انتم العزوة والله وانتم اللي الواحد يحاول يجيب لكم المنتجات الطيبة رمضان على الابواب استبدلوا الاشياء اللي تحطونها غير صحية بالاشياء الصحية نحتاج للحلة في كثير من الحلويات في رمضان استبدلوا السكريات الغير طبيعية والمضرة بالعسل الطبيعي وسعره بلاش يعني انت تاخذ بميتين وتسعة وخمسين يكفي اسرة كاملة رمضان كل حلاكم عليه سكر طبيعي كيف العسل يا شباب بأمانة انا بالنسبة لي اهلي يشكرون على العسل انا في البيت يوميا ناكل منه شي اسم العسل ويجبنا موالح الصبحية لنا على الريج لجينا في المدرعة هذا خات حق الودة والله العظيم يا مريضي صبحية كل يوم تاخذ لهنا العجة والحمد لله الأمور على الريجي على الريجي شفائن جودته جدا انا اشكر اشكر جبال النحل على الاسعار الطيبة ذي ويبيضون الوجه صراحة وخلوا يعني سعر العسل صراحة كسروا قاعدة العسل احنا دايما نشوف العسل اسعاره مضالق فيها جبال النحل جاء غير المفهوم قال لك انا راح ابيع العسل على الناس كأنه سعر جملة وضمان وضمان ذهبي لمدة ثينين طبعا اللي يشوف سعر العسل يا جماعة لا تغترون بالاسعار ترى مو بكل شي غالي يعني جودة والله العظيم مو بكل شي غالي يعني جودة انا قاعدت مع صاحب جبال النحل قلت ليش تبيع بهالسعر ذا ليه كل عسل بس جودته مو باللي تابي قال لا والله يا مرتضى عسل صدر طبيعي مئة بالمئة واللي يثبت غير هالشي له الحق انه ياخذ العسل مجانة لو له منه خمسة تلاف ريال روح في حصل عسل محل ما تابي قلت ليه طيب ليش السعر الرخيص هذا قال يا حبيبي احنا فكرتنا واحدة نبي اسم جبال النحل يدخل في كل بيت فلذلك خلينا السعر في متناول الجميع نصيحة لكم يا اخوان سعر ممتاز وجودة عالية ورمضان مقبل على الابواب خذلك جلون جلونين ثلاثة لانه يمكن بكرة ما تحصل نفس السعر يمكن حتى جبال النحل يغيرون تسعيراتهم ان شاء الله يكون الاعلان نال على عجابكم وتستهلون كل خير تابعوا حساب جبال النحل في السناب عندهم سحب على ايفونات الله يكتبكم الله يكتب الايفونات من نصيبكم حبايب قلبي وتستهلون كل خير وشكرا جبال النحل ضمن ذهبي شكرا جبال النحل شكرا جبال النحل اشتركوا في القناة